دلوقتي مشاهدين بعد موجز الأهم الأخبار مع محمد شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة إدهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وبما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي طلقه الرئيس السيسي من نظره البلغاري رومن راديفا وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ للمساعدات الإنسانية من جانبه ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراصخ كقوة سلام واستقرار إقليمية أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية على عدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح الفلسطيني أو محور فيلادلفيا وأضاف المصدر أن مصر تدير الوساطة بين طرفي صراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومية وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هذا وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري يبذل قصار جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين وينصق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى ذلك أكد البيت الأبيض أن واشنطن تتوقع أن تتواصل مفاوضات الهدنة بشأن قطاع غزة لعدة أيام مقبلة وأوضح البيت الأبيض في بيان أن المفاوضين مكتمعون في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة مضيفا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا شاملة وتفعل كل ما في وسعها لمنع حدوثها ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن كان مطلعا على التطورات بين حزب الله وإسرائيل وقت حدوثها مشيرا إلى أن إيران لا تزال مستعدة وجاهزة لمهاجمة إسرائيل من جانبه أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها وشدد الوزير خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفضي على أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي قد يقود إلى حرب إقليمية وأدان الوزيران بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير معتبرة أنها دعوة علنية وصريحة لهدم المسجد المبارك وبناء الهيكل المزعوم وأدانت الوزارة اقتحمات المتطرفين للمسجد وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن جفير وغيره خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد وذكرت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الضقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا وتمت إصابة جميع الأهداف انتهى موجزة الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة